هنتكلم عن الدحيل أكتر مع النقد الرياضي عمر البنوبي ضفنا فيه السادسة مساء خير يا أستاذ عمر مساء الخير أنا بس قبل ما أدخل في الدحيل وقبل ما أتكلم في الكرة يهمني أعرف منك النهاردة كان فيه الاجتماع الفني اللي تم العلام فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بالمباراة الأهلي طبعا بكرة مش هيلبس زي المعتاد لبقى الأهلي هيلبس الأويكت أو اللبس الاحتياطي التيشرت الرمادي والشورت الأسود وتم الإتفاق أو تم علان إنه اسكوبار هيكون حكم المباراة وبيساعده تقم تحكيمي ممكن تقولت لي ملتي ناشنل يعني أكتر من جنسية ممكن تكلمنا شوية عن الحكم عن شخصيته عن أداءه وتعرف إيه عن حتى الحكام المساعدين أهم يعني ماريوس كبار من الحكام الدوليين من فترة طويلة يعني ده داخل تقريبا تسع سنين أو ثمان سنين حكم دولي حكم مباراة كبيرة حكم نهائيات حكم نايا كونكاكاف حكم كان أعتقد مكسيكو أرجنتين وحكم كمان النهائي اللي كان فيه تصعب من خلاله تاجرس المكسيكي اللي بطولة كاسر عامل الأندية أعتقد كمان أنه هو ممكن يكون سريع الإشهار الكروت شوية عصبي ولا هادي في المرعب هو عنده هدوء لكن بحزم شديد يعني من الحكام اللي بيسيطروا على مجريات اللعب لأنه برضو هو خارج من منطقة الكرة فيها عنيفة جدا يعني الكرة هناك في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية والجزء بتاع المكسيك ده درب نوعه يعتمد بالزبط على القوى البدنية وعلى الاتحامات العنيفة شوية أكتر بكتير من الأجواء اللي احنا بنعاشها في أفراقيا أو حتى في أوروبا ممكن الوضع بيبقى مختلف شوية فهو من الحكام اللي عندها حزم وبيقدر أنه سيطر على المباراة ممكن التشكيلة بتاعت الحكام هي الطقم كله بقى الحكم الفار من كندا فشير بردو المساعد بتاعه كيفين بلوم من هولندا وبالمناسبة كيفين بلوم حكم ماتش أهلي وزمالك هنا يعني كان مباراة من أصعب المباريات اللي تلعبت أهلي وزمالك في آخر مثلا عشر سنين مباراة دي كان الأهلي خلاص بيقرب فيها من حسم الدوري في 2011 ما شغال fenomenBrazzel 2 جده دومينك كده سيلو وكان مانو الجوزي كانتCL تأخر ولاية الليو مع النادي الأهلي المباراة دي وكان حسان بيدرب الزمالك في الوقت داء كابتن حسان فكيفين بلوم يعرف نادي الأهلي كويس حكم للنادي الأهلي وفي نفس الوقت هو المساعد حكم الفيديو مساعد حكم الفيديو بالضبط حكم الفيديو داريو فيشر داريو فيشر من كاندا ويعني أعتقد أنه طائم الحكام ممكن أول مرة كلهم يحكموا مع بعض هي في البطولة دي بالمناسبة فيه ثلاث حكام سيدات برضو موجودين في الأطفال الفيفا بيدخل في الماتشاط الفترة الأخيرة في كل العالم يعني حتى هنا احنا شفنا كمان السنة اللي فايتت ماتشاط كاس مصر كان فيها هنا في مصر الحكام السيدات وأثباته كفاءة يعني إلى حد ما مقارنة بالتجربة وبأنه هي أول تجربة لهم في إدارة مباراية الطوب ليفل حتى لو كان كاس مصر لكن على مستوى العالم لا فيه كمان ثلاث حكام سيدات هيكونوا في بطولة كاس العالم للأندية نتوقع أنا ممكن في أي وقت يكونوا موجودين في قدكم مباراية النادي الأهلي كمان نتعرف جزء من اهتمامي الكبير بمتابعة البطولة دي النهاردة بالمناسبة كنت بقى أرى على موقع الفيفا مقالة أو يعني جزء خاص باهتمام الفيفا بتطوير تقنية الفار أنا هتابع البطولة دي عشان نشوف التطبيق بتاعتها لأن تعرف أن الفار عندنا في مصر كان سبب في مشاكل كتيرة جدا وأزمات كتيرة في الموسم ده أنا مستنى نشوف الفار وإزاي هيشتغل وإزاي هيخدم المنظومة التحكمية في بطولة كبيرة بيشارك فيها أبطال العالم ده واحد من الدروس المنتظرة يعني فرق الوقت اللي الحكام بياخدوا فيه القرار لما بيرجعوا للفار في أي أنا أسف عمر بس لازم أقول مش هدينا طبعا فرقة دماء ده أفشة الفرقة بتتحرك دلوقتي رايحة للملعب التدريب عشان يكون التمرين الأخير بقى إن شاء الله بإذن الله استعدادا لمطش بكرة المهم والمنتظر الأهلي الدحيل في انطلاقة كاس العالم الأندية تفضل عمر يعني فأعتقد إنه فرق التوقيت حتى ما بين لجوء الحكام في مباراة كاس العالم الأندية للفار واتخاذ القرار ثم هنا في مصر نقارن التوقيت ما بين اللعبة ما بتبتدي والحكم يرجعها ويرجع للفار أعتقد إن الفرق ده هيبقى دليل شوية على التقنية عندنا فين والتقنية الحقيقية أو تطبيقها بالشكل الطبيعي بتاعها موجود فين صحيح الموضوع يبقى مختلف تماما وكمان تأكيدا على كلامك كمان الدور اللي بيقوم بحكم الفار يعني حكم الفار ممكن يكون فعلي مش بالضرورة إنه يكون رد فعلي مش بالضرورة إنه حكم السحة يتحرك أو يلجأ للفار عشان يتأكد من اللعبة بل بالعكس ممكن حكم الفار هو اللي يلفت نظر حكم السحة إنه في لعبة محل شك أو في لعبة محتاجة مراجعة من حكم السحة احنا منشوف إنه ده مختلف برضو من دوري للتاني لكن في النهاية وجود الفار هدفه إضفاء مزيد من العدالة على القرارات التحكمية في الملع ففكرة إنه هل أنا حكم الفار هيبقى رد فعل أو هيبقى فعل المهم أنت كمنظومة تحكيم أصلا بتستخدم الفار ده في إيه ومش معقول أنا جايبه علشان يبقى كمالة عدد أو شكل منظر إن أنا عندي فار وخلاص زي ما إحنا شايفين عندنا كده إنه حتى التحاد الكرة طلع آية يا جماعة ده التقنية بايزة وفي حاجات نقصة وفي معدات مش موجودة وإحنا هنعيد هنجيب شركة تانية أو هنكمل مع الشركة دي أعتقد عندنا المشهد مختلف شوية عن أي مكان أتمنى إنه نشوف حاجة نستفيد منها يعني فيما يتعلق بالفار